أضف مدبولي أن التطورات العالمية كان لها تأثيرات متصاعدة على تكلفة التمويل وتراجع العوائد من النقد الأجنبية في ظل فجوة الاستثمارات وإشار مدبولي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تأثراً ما بين 25 إلى 40% من الوظائف بانتشار تدبيقات الدكاء الاصطناعية ولقد كان لكل تلك التطورات تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة والتي واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل وضغوطات على عملاتها المحلية وتراجع عائدتها من النقد الأجنبي كما أثرت على قدرة تلك البلدان في تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف والتي قدرت بنحو 4 تريليونات دولار من بينها تريليون دولار للتحول نحو الطاقة المتجددة بحسب تقديرات الأمم المتحدة علاوة على التهديدات القائمة نتيجة التحولات التي ستشهدها أسواق العمل في هذه البلدان جراء تصارع وتيرة نمو تقنيات الثورات الصناعية حيث يتوقع أن تتأثر ما بين 25 إلى 40% من الوظائف بانتشار تطبيقات الزكاء الصناعي